وللمتابعة تنضم إلينا من بيروت مراسلة الغد ليلة خليل ليلة بعد ليلة من الصدمات بين قوات الأمن والمحتجين الآن كيف تبدو الصورة في بيروت وما المتوقع اليوم؟ هنا نحن في ساحة رياض الصلحة الساحة هادئة الصدمات انتهت بشكل مبكر ليل أمس بعكس كل المرات السابقة الجديد الآن على الساحة ليس التظاهرات إنما هذا الجدار الذي وضعته القوى الأمنية بعيد انتهاء الاشتباكات أو الصدمات بالأمس وبدأت منذ منتصف ليل أمس بوضع جدار كبير جدا نستطيع أن نقول أنه قدم نصف ساحة رياض الصلح وصولا إلى ربط مدخلين يؤديان إلى مجلس النواب وضعت هذه العوائق الإسمنتية الكبيرة التي شكلت جدار البعض يقول بأن هذا سيقلل من حدة أو من الاشتباكات في المرات القادمة والبعض يقول بأن هذا الجدار وضع إذ أن يوم الغد وأيضا الثلاثاء هي جلسة أقرار الموازنة العامة وبالتالي يمكن للنواب القادمين إلى مجلس النواب المرور بالمساحة الكبيرة التي أمنها هذا الجدار من المنطقة الفخية للوصول إلى مجلس النواب المتوقع اليوم المتوقع نعم على هذا الجدار بداية ومن ثم المتوقع يعني على ما يبدو لم يشاهد بعد أحد هذا التطور إذ أنه الآن ونحن نتحدث بهذه الرسالة انتهت الأعمال ولكن المحتجين هم باقون في السحات اليوم هناك وقفة متوقعة عند تمثال المغترب في منطقة الصيفي وأيضا أكثر من 23 دولة سيكون هناك وقفات متزامنة بنفس الوقت هم يقولون بأن هذا الجدار صحيح سيمنعهم من التصعيد لربما بيواجه القوى الأمنية ولكن هم بقون في السحات للضغط على هذه الحكومة علما أنه بعد جلسة الموازنة من المفترض أن يكون هناك جلسة مخصصة لكي تنال الحكومة الجديدة الثقة في المجلس النيابي حازم أشكرك جزيل شكر ليلى خليل سنبقى في متابعة معك مراسلة الغد من بيروت شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة